السلام عليكم فيديو اليوم سوف نراجع فيه اللعبة المجانية التي اتتنا عبر مجر ايبيك جيمز في الخزنة السرية وهي لعبة دراغون ايج انكويزيشن اولا سنتكلم عن قصة اللعبة هي لعبة ار بي جي اكشن في عالم خيال تحصل احداثه في العصور الوسطى بحيث تلقى فيها كائنات خيالية مثل التناني فانتازي عالم اللعبة هائل وواسع وتم تقسيمه الى عوال مفصولة بحيث كل موقع او مدينة لها مزاياها الخاصة مثل اختلاف البيئة والمهمة والاداء وغيره قصة اللعبة تسمح لك باختيار القرارات بحيث كل القرار يمكن ان ترى نتيجته بالنسبة للقصة الاساسية تلعب بشخصية عندها قدرة خارقة تسبتها بطريقة غامضة بعد انفجار كبير صار في عالم اللعبة ولا ناجا منه غيرك انت اللعبة نشرت من طرف electronic arts والمطور هو bioware تاريخ اصدارها 21 21-11-2014 من نوع RPG تصنفها العمري 18 سنة فما فوق يمكن ان تختمها في 80 ساعة تقريبيا وطبعا لكل لعبة يوجد ايجابيات وسلبيات والان سنتكلم عن ايجابيات اللعبة من اجمل الالعاب اللي شفتها من ناحية تنوع البيئات مستحيل ان تلقى مثل شخصيات هذا المطور تطوير بناء علاقتك مع شخصيات اللعبة بحيث صار يعتمد على اختياراتك في القصة الاساسية واحداثها وما هو الا مجرد تنفيذ مهمات جانبية للشخصية اما عن المحادثات الجانبية بين الشخصيات غالبا مضحكة وتضيف نوع من الفكاهة وانت تلعب ونذهب الان الى سلبيات اللعبة نظام القتال فيه عيوب واضحة اهمها البطء في الحركة والاستجابة اما عن نسخة البي سي فهي سليمة منها الخطأ بعض الاخطاء التقنية البسيطة على ان بعض المشاهد المخلة بالحياء لا تكون ضرورية ولازمة في هذه اللعبة وفي الاخير سوف اقيم اللعبة كلعبة ممتازة وتستحق التجربة والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو نلتقي في فيديو اخر مع مجانية اخرى